اشتركوا في القناة لما لقيته من محبة من ألفة من كارزمة إنسانية جميلة ورائعة عند الجميع أن أكرم في بلد الفن والأدب والثقافة بلد جميل جدا مثل المملكة المغربية هذا بالنسبة لي شيء كبير أنت قد تكرم في بلد لا يملكون هذه الصفات كمثقفين ولكن عندما تكرم في بلد مثقف هذا شيء كبير بالنسبة لي وهذه تعتبر نقطة مضيئة جدا في مسيرة الفنية أعمال كوميديا المغربية أشوفي إحنا ما توصلنا كثير قلة اللي توصلنا يعني قلة قلة فالآن أنا أعتقد أن الأوان نحن مثلا توصلنا عن طريق الـ MBC 5 أتمنى إن شاء الله وأتمنى إن شاء الله اللقاء الجاي لما تسوين معي مقابلة أنا أكون قاهلت على كل التفاصيل إن شاء الله لأننا راح أكون متابع جيد لهذه عادي عادي هذي تصير يعني هذي تصير في كل مكان يمكن هذه الشنطة بالنسبة لي أنا مشكلة أنا زيارتي المغرب مرتين مرة رحت مهرجان مراكش وأي ثاني مرة مهرجان وفي المرتين إيش ناطي ضاعه بس مطعم عن الموام ما لم شغل هني أكيد هي من الطيرانات ومن الترانزيت وهذا ولكن أتمنى إن شاء الله يا رب أكيد المرة ثالثة ما راح أصير لأن ضربتين في الراسة وجعي ثالثة أخد ودي بداية فإن شاء الله لا لأن أنا يومين تميت بنفس اللبس فالحين بدايت كل يوم أغير أربع خمس مرات علشان أعوض اللي فات المرأة المغربية لها كل المحب والتقدير أكيد المرأة في كل مكان هي الأم هي الأخت هي الزوجة هي الإبنة هي نصف المجتمع وهي أيضا المدرسة المرأة يعني إذا أنت أنا هذا بشكل عام المرأة هي المدرسة يعني مثلا أقول الأم مدرسة إذا عدتها عدت شعبا طيب العراقي فبالتالي إذا تبين نتكلم عن المرأة المغربية تحديدا أنا في البداية في بداية الحديث قلت لجنانة أنا أشكركم أني أنا أكون مكرم في بلد الإبداع والثقافة فعندما تكون الأم مبدعة ومثقفة حتى لو كانت يعني حتى لو كانت في أمومتها مثقفة فهذا شيء جميل ورائع بالعكس كل المحبة لكل الأخوات اللي موجودين هنا في المملكة المغربية ويا رب إن شاء الله منها للأعلى وإنتوا شدوا حيل كمعاد لأنه يعني قد يكون هناك رجل عظيم ولكن خلفه أكيد امرأة عظيمة والعظيمات كثيرات في هذا البلد الطيب هيا شوفها هي مو صعبة بس شوية يعني إذا الشخص المقابلي يتكلم شوي بطيء أنا ممكن أصيد لكن عندما تسرعون شوية أنا أضيع وبعدين المشكلة النزاعات يكون في سرعة بالكلام أنت علشان تصيد الجملة فجأة الجهة المقابلة وهو قاعد يكلمك سريع أنت قاعد تصيد الجملة الحين وهو قاعد يتكلم سريع يقلبها فرنسي فأنت حين تبيت تصيد أول شي فأنت تضيع هنا ما تدري شون فبالتالي يجب أنك تركز فشي عادي يعني أنا شوفي هذا لا يعتبر مثلا ما نقول لهجة المغربية صعبة بالعكس حتى الخليجية صعبة أنا الآن قاعد أتكلم بلغة بيضاء أتكلم باللغة العربية تقريبا علشان المعلومة تصل إلى المشاهدين اللي قاعدين يشوفونا ولكن عندما أتكلم بالخليجي الصرف أكيد ما رح تفهمون مني شي فبالتالي يجب أن نحن المفردات نحاول نخففها علشان نوصل حق بعض البعض وفيما بعد عندما نصل إلى نقطة تلاقي في الحوار ممكن أنا مع الوقت أكيد رح أتكلم مغربي أحسن من أي واحد موجود قناة سلطانة لكم مني كل محبة وتقدير وربي يسعدكم إن شاء الله وسعيد جدا أني أنا أكون موجود في بلدكم الطيب وأكيد يا رب يا رب يا رب يعني رب أتمنى من الله عز وجل أن يجعل الأمن والأمان والاستقرار والسعادة عنوان لكل إنسان على هذه الأرض الجميلة الطيبة يا جئتوا من الكويت جئتوا من بلد صغيرة أحملوا في قلبي محبة كبيرة لأرضكم الجميلة إن شاء الله ليتمنى لكم الخير قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا في لعشين يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديروا جميلة شكرا شكرا